عقود من الزمن عاشها عمي بورقعة في هذه الطبيعة القاسية على الحدود الجزائرية التونسية حيث حاول استصلاح الأرض وغرس الأشجار لكن غياب الماء حال دون ذلك ليست تكلفة شراء الماء وحدها سبب معاناة عمي بورقعة فقط بل تتعدى إلى عدم استفادته من سكن رفي يقضي فيه بقية عمره معززا مكرما مما جعله يطالب السلطات المحلية النظر في حالته وانتشاله من العزلة التي يعيشها منذ زمن رانا في حالة نشوفه وليس أو شي معاونتنا الدولة حتى في شي والو لا سكن ولا ماء ولا شي ولا مدرسة كانت عندي 22 سنة ومزار واحد بركاء ولو نذهب نعطلو ونذهب نعطلو خلق كل ميت ومشافة الحاج ناسسل حتى لأ العطش قتله يسرب الحل يسرب الماء والله كانت الجامية حتى بساحب العطش نطلب من الدولة طلعنا الماء الماء تعتني به نرى أن الشعب نشربه الماء نلعشه وكم بالماء برغم المشاريع المبرمجة لدفع عجلة التنمية بالمناطق الحدودية ما زال الساكنة هنا يعانون ويحلمون بغدين مشرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر